اهلا بحضراتكم من جديد دلوقتي فقرة الحديث عن الترند العالمي وفي الحقيقة قبل ما اتكلم في بعض الاخبار العالمية معايا مداخلة عبر سكايب مهمة جدا مع السيد كريس ثورب طبعا الصحفي الانجليزي وحنتكلم معا في بعض الامور الهمة جدا متخص الدوري الانجليزي مستر كريس برحب بيك اعتقد انه سوف يكون مطشن شديد بالنسبة للارسنال لان الليفربول بدأت الموسم بكوة وبالتالي لديهم لديهم اكتر سهولة ومن هنا ارى ان الماتش قد يكون يعني من الصعب تحديد ما ان كان هناك يعني امكانية للعب امام ليفربول في هذه في هذا الوضع كما ان ارسنال عليه ان يحسن من مستويات اللعب في هذا في هذا الموسم طيب عايز اتكلم معاك بخصوص المحترفين المصريين في الدورة الانجليزية احنا عندنا خمس محترفين متواجدين في هذه البطولة القوية وتقييمك لمستواهم مع بداية الموسم في ذل غياب واحد منهم حتى الان ويمكن كمان محمد يملعبش ولا مباراة لكن بالاضافة طبعا لأحمد حجازي اللي كان عائد من الاصابة ومشاركش في اي مباراة حتى الان لكن اني لعب مع محمد صلاح لعب تريزي جي كمان لعب تقريمك ليه اداءهم ايه خلال اول جولتين في بطولة الدبر اعتقد ان المني كان لديه فرصة ان يزمد ذاته على منذ رجوعه الى الملعب واعتقد انها فترة انتقالية كبيرة ورجوعه الى الارسنال عليه ان يبدأ من هذه النقطة بداية قوية في الملعب وان يقوم بالتالي ببداية جديدة لعمله اما عن محمد صلاح فليس هناك الكثير الذي يمكننا كوله فهو لاعب متميز وارسنال متوقع ان يكون هناك على مستوى احراز الاجوال ولكن انا في هذه اللحظة لا يمكنني ان احدد الا من هو افضلهم طيب عايز اتكلم معاك كمان بخصوص بعض فرق دور انجليزي وتحديدا منشستر سيتي وانبارح خسرته بنتيجة خمسة اتنين امام ليستر سيتي في مبراكة كبيرة جدا والنتيجة في حد ذاتها كانت مفاجأة لكل المتابعين اسباب الهزيمة الكبيرة لمنشستر سيتي واجوارديولا من وجه نظرك اعتقد ان هذا يترك المجال للعديد من الاسئلة لان منشستر سيتي هل قام بتوجيه اللاعبين بالطريقة الصحيحة لاننا لم نكن نتوقع ان يقوم المتش بهذه الطريقة المانشستر سيتي بالتالي ولكن نحن نرى هذه المفاجأة والخطوات التي نقام بها واللعبين الشباب مثل البرتغالي والاخرين الذين يعملون على تقوية مستوى الفريق من خلال لعبهم القوي ولكن بعد اللعبين منذ ان تركوا الفريق كان لذلك اثر على مستوى اللاعب تشيلسي ولغز كبير جدا بالنسبة للعبي فرانك لامبرد طبعا المدير الفني لتشيلسي ونتائج يعني غير جيدة مع بداية بطولة الدوري رغم تكمل هائل من التعاقدات اللي ابرامها النادي ايه التفسير في كده ويه الاسباب اللي قدت لعدم ظهور تشيلسي بالشكل المتوقع هذا الموسم حتى لا نعم انها لحظة شديدة الاهمية في عمر شيلسي فبالتالي عليهم ان يستثمروا ويقوموا بضخ كذلك العديد من الاسمارات حيث ان مطلوب وقت لهم حتى يمكنهم توجيه اللاعبين الذين لم يلعبوا لانجلترا من قبل والدخول للبريميرز ليج وبالتالي هناك بعض الاخطاء التي كان يمكن تفاديها في البريميرز ليج وبالتالي الفروق التي يمكن ان يحققوها من خلال هذه الخطوات قد تدفع بالناس الى النظر الى تشيلسي بالطريقة اوسع خاصة وان كان هناك ضم اللاعبين اقوياء وهناك الكثير مثل رنز من فرنسا الذي نرى انه كان اختيار اول نعم وهناك فرصة بالتالي للعديد من اللاعبين ان ينضموا الى البريميرز ليج مؤخرا تمام ارسنال والسؤال والتنبؤ باستمرارية تقلقه وتفوقه في المستوى منذ بداية الموسم هم ماشيين من شكل جاية حتى قبل الموسم كمان قدروا ان هم يفوزوا على ليفر بول في كأس الدرع الخيرية هل من المتوقع استمرار ارسنال على هذا النهج وهذا المستوى في طريق المنافس على بطولة الدور الانجليزي ولا حيحصل نفس السيناريو اللي بيحصل على مدار المواسم السابقة بالنسبة للفريق ارسنال انجليزي انا اعتقد ان اللاعبين الشباب يمكنهم ان يحسنوا من مستواهم وان يضيفوا الى ذواتهم خبرة وكذلك بالنسبة للادارة الشاب هي ذات دور وبالتالي الخطوة التالية او الخطوة النجحة التي عليهم القيام بها هو ان يلعبوا بطريقة النوادي الكبرى وعدم توقيع عقود او صفقات جديدة لاني ارى ان هناك ربما مكان للاعب او لعبين او اتنين لعبين جداد ولكن يجب البحث عنهم بشدة يعني بضقة حتى نصلوا الى ضم اللاعبين المناسبين للمجموعة وبالتالي تحسين مستوى الرجز ومستوى الدفاع تمام طيب عايز ارجع لمانشستر سيتي سريعا واتكلم على الغيابات في صفوف وتحديدا في خط الهجوم يعني اصابة سيرجو جويرو واصابة ايدا خيسوز مفيش مهاجم صريح دلوقتي في تشكيل منشستر سيتي فجوارديولا بيلجأ للعب بستيرلينج اللي هو اصلا مش مكانه بيلعب على الاطراف ففي المقابل بنشوف جوارديولا بتعاقد مع لعبين في خط الدفاع هل انت شايف ان منشستر سيتي في حاجة لتعاقد مع مهاجم قبل اغلاق فترة الانتقالات الحالية؟ سيطلب اعادة السؤال فاندوم بسأل بخصوص خط هجوم فريق منشستر سيتي وامكانية التعاقد مع مهاجم في ظل غياب سيرجو جويرو وجابريل خيسوز بسبب الاصابة ولجوء ميستر جوارديولا اللي سيرلينج في هذا المركز وفي نفس الوقت وجوارديولا كمان بيدعم صفوف الفريق في خط الدفاع حتى الان هل من المتوقع او تبقى لمعلوماتك ان يكون في تعاقدات في مركز المهاجم بخصوص فريق منشستر سيتي خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الحالية؟ اعتقد ان عليهم بالتأكيد تقوية خط الدفاع وهناك العديد من الصفقات التي يتم النظر اليها ولكن بالنسبة للهجوم هناك اللعبين الذين يعانون من اصاباتهم وبالتالي كان ذلك اثر على لعب مانشستر البارحة ربما السيناريو الذي يمكن ان يلقوا اليه هو ان يحملوا اللعبين الشباب من اللعب في وسط الملعب وبالتالي ان يمنحهم بذلك الفرصة للعب والتعلم من خلال اكاديمية منشستر ولكن الرجوعا الى النقطة الاساسية انا اعتقد انهم سوف يعملون اولا على تقوية خطوط الدفاع وبالتالي لن تكون هناك مشكلة سواء في احراز الاجوال او حماية ارض الملعب سيد كريس سوربي طبعا صحفي الانجليزي بشكرك شكرا جزيلا ان كان ضفنا عبر سكايب وتكلمنا معك بعض الامور الملعبات المهمة اللي بتخص الدوري الانجليزي وبعض الاخبار كمان بتهم جمهور الكرة الانجليزية بشكل عام هروح لفصل سريع ونرجع عن كامل يلا